تسجل تحركات ومواقف مكثفة على خط الأزمة الليبية فقد انعقد مؤتمر الرؤية الاستراتيجية للمصالحة الوطنية في ترابلوس بتنظيم من المجلس الرئاسي الليبي وبحضور رئيس المجلس محمد المنفي ورئيسي البرلمان عقيل صالح ومجلس الدولة خالد المشري وسط تأكيد المشاركين ضرورة إنجاز مصالحة وطنية شاملة تزامنا أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة سيفاني وليامز موافقة صالح والمشري على الاجتماع في جونيف بعد أيام لتسوية الأمور العالقة في مسودة الدصور وسط هذه التطورات والأجواء حضت الأمم المتحدة القادة الليبيين على الابتناع عن استخدام تاريخ انتهاء أجل خارطة طريق كأداة للتلاعب السياسي وأكدت استمرار المؤسسات الليبية في عملها ضمن هذه الخارطة هل تسرع كل هذه اللقاءات الحل المنتظرة في ليبيا أم سيزداد المشهد تعقيدة نرحب ضيفنا من أن ترابلوس المتحدث السابق بسلمجلس الدولة السنوسي إسماعيل أهلا بك أستاذ إسماعيل ما أهمية اليوم كل هذه اللقاءات والمصالحة في اجتماعات اليوم في العاصمة ترابلوس تحية لكم طيبة ولكل أستاذ المشاهدين بكل تأكيد الملف المصالحة الوطنية باعتبار أحد المحاور في المهمة التي نوقشت محليا ودوليا لتكون بكل تأكيد جزء من الحل الشامل في ليبيا الذي اتفق الجميع على أنه حل سياسي انطلاقا من مؤتمر برين إلى الآن الجميع يجمع لأن الحل في ليبيا حل سياسي ومن ثم كان هناك نقاشات طويلة جدا تمت حول مسألة المصالحة الوطنية وحينما انطلق ملتقى الحوار السياسي في جينيف تم تكليف المجلس الرئاسي الثلاثية الذي تكون من السيد المنفي والسيد اللافي والسيد الكوني ليشرف هو بنفسه على الإطلاق المصالحة الوطنية بطريق طبعا تشكيل المفوضية العلية للمصالحة الوطنية لكي تبدأ هذه المفوضية في عمل بكل تأكيد سيكون كبير وعمل طويل وشاق من أجل إنجاز هذا الملف والخطوات التي ينبغي أن تكون ضرورية من أجل الوصول إلى ما نمكن أن نسميها المصالحة الوطنية ولكن أهمية اليوم تجاوز الخلافات نبد كل الصراعات المتكررة على مدى السنوات العشر الأخيرة ماذا يعني تحذير الأمم المتحدة ما جاء على لسان ستيفني ويليامز وأيضا مراعاة المهن الدستورية وإن الحل سيطول ويطول لسنوات أيضا مقبلة طبعا هو الإشكاليات التي تحدثت عنها الأمم المتحدة والتي هي فشلت في معالجتها لنتحدث عن المخرجات الضعيفة لملتقى الحوار السياسي برغم القوة والأداء الذي انطلق به مؤتمر برلين الأول وكذلك المؤتمر برلين الثاني وأيضا نتحدث عن المسارات التي نجحت لنقل المسار العسكري نجح نجاحا كبيرا المسار الدستوري تقدم إلى حد ما وإن كان هناك توقف عند نقاط خلافية والمسار الاقتصادي متعثر باعتبار لم يتم التوصل إلى صيغة لشفافية انفاق الإرادات النفط والغاز وبالتالي لا تزال مشكلة النفط والغاز أو قفل النفط لا تزال مستمرة ولدينا المسار السياسي المسار السياسي طبعا جميع يعلم بأن خطة الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات في ليبيا فشلت فشلا ذريعا بحلول التاريخ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2021 لم تكن هناك انتخابات في ليبيا برغم كل ما تم ترتيبه دوليا ومحليا من أجل إنجاز هذا المسار طبعا السبب واضح وهو عدم وجود حكومة تمارس عملها في كل مناطق ليبيا لم تستطع حكومة الوحدة الوطنية أن تعمل في الشرق وفي الجنوب وكلف البرلمان مجلس حكومة أخرى ولدينا الآن انقسام جديد لأن الحكومة التي كلف البرلمان موجودة في الشرق وفي الجنوب والحكومة الموجودة في المنطقة الغربية السيد بيبيا لم تسلم أو رفضت التسليم بدعوة أنها لا تسلم إلا إلى سلطة منتخبة فهذه المشكلة السياسية تنعكس بكل تأكيد على مسار المصالحة الوطنية لأن المصالحة الوطنية في نهاية المطاف تحتاج إلى الترتيبات السياسية تحتاج إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة وحكومة قوية إلى الاجتماع في مقار الأمم المتحدة في جناز النقاط الخلافية مستمرة في مسودة الدستور بعد دعوة ويليامس والتأكيد على هذا الاجتماع كيف يمكن أن تكون هذه النتائج بعد اجتماع ترابلس اليوم طبعا هو اجتماع رئيسي المجلسين مجلس النواب ومجلس الدولة الذي هو مزمع لاحقا في أعتقد 28-29 من هذا الشهر في جينيف كما رشح فأعتقد أنه لن يكون ذو أهمية كبيرة وإن كان يساعد قليلا على حل حلة بعض النقاط الخلافية التي حصلت بين لجنتين مجلسين نواب والدولة في القاهرة ممكن أن يكون هناك حل حلة لبعض النقاط الخلافية ولكن سيدي ستظل إشكالية التنفيذ يعني تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه حتى المصالح الوطيني نفسها تحتاج إلى حكومة تشرف عليها وتحمي لجان المصالحة وتنفذ التزامات الدولة تجاه ما يتم الاتفاق عليه فيما يخص مثلا جبر الضرر فيما يخص ضمان أمن إعادة النازحين والمهجرين إلى ديارهم شرقا وغربا وجنوبا هناك الكثير من هذا ما غير طبعا من المهجرين في الخارج هناك مشاكل كثيرة تحتاج إلى حكومة ضامنة حكومة قوية على الأقل مبدئيا تحتكر استخدام القوة يعني تسيطر على كل السلاح في ليبيا وتستطيع أن تقود بالتالي أو تدعم المصالحة الوطنية التي يشرف عليها المجلس الرئاسي المجلس الرئاسي برغم يعني انتهاء التاريخ الصلاحية يوم 22 يونيو الحالي ولكن المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للجيش وبالتالي سيبقى بهذه الصفة وأيضا سيشرف أو سيستمر في هذه المسألة مثلا مصالحة الوطنية ولكن أقول لك أن التنفيذ عكس ما تراه من حديث جميل سينعكس في جينيف اليوم الإحفاق الذي حصل في القاهرة يعني بعد أن أطلقت الأمم المتحدة عمل اللجنة المشتركة والتي لم تصل بعد إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المؤجلة اللجنة المشتركة أنا في تصوري يعني أن هناك ربما لغط أثيرة حول عمل هذه اللجنة هذه اللجنة هي مهمتها تقريب بوجهات النظر حول الجزء الأول من المسار الدستوري وهو محاولة تعديل مشروع الدستور الذي أنجزته لإيئة تأسية منتخبة بعد ذلك يكون تحت مسمى وثيقة دستورية أو دستور معدل أو أي شيء هذا مسألة أخرى لكن اللجنة في تصوري أو اللجنتين هما إلى حد ما نجحا في التوافق على أغلب النقاط يعني أكثر ربما من 80% أو 90% من النقاط تم التوافق عليها بقيت النقاط الصعبة التوافق عليها طبعا فيما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة فيما يتعلق مثلا بشكل الدولة فيما يتعلق بعديد من المسائل ربما الجانبية لكن أعتقد بأن هذا المسار لا نستطيع أن نحسمه بسرعة يعني المسار الدستوري أقصد يعني يمكن أن يحسم خلال أشهر ليس هناك مشكلة الإشكالية الآن في ليبيا هي الآن في الانقسام استمرار الانقسام الحكومي استمرار انقسام المؤسسات الدولة استمرار إشكالية إغلاق النفط بسبب سياسات مصر في ليبيا المركزي التي ربما تنفرد بسياسات بعيدا عن السلطات التشريعية مجلس النواء ومجلس الدولة يعني هذه كلها تحتاج إلى معالجة يعني لنقول أنها عاجلة أكثر من مسألة المسارد السوري المسارد السوري في اعتقادي يسير بشكل جيد مدام هناك توافقات هناك انسجام في اجتماعات اللجنتين لجنة مجلس النواب ولجنة مجلس الدولة طبعا الأمور القانونية وكذا كلها يمكن علاجها لكن المشكلة حينما نتحدث عن المسار التنفيدي هنا نقع في إشكالية الانقسام الحكومي الانقسام المؤسسي يعني غياب الحقيقة ربما صحيح هناك حالة سلمية وهي جيدة يبنى عليها الكثير لكن نشاهد الخروقات الأمنية تحصل أحيانا في طرابلس في مناطق أخرى يعني هذه كلها تلقي بظلالها على المسار التنفيدي والذي ينبغي أن لا يضيع الوقت كثير فيه لأن الفكرة واضحة أن هناك حاجة مسة إلى حكومة تمارس عملها في كل مناطق ليبيا لا يمكن الحقيقة إنجاز أي شيء لا مصالحة وطنية ولا انتخابات ولا تقديم الخدمات المواطنين بشكل عادل وشفاف إلى كل المناطق وهذه كلها تحتاج دائما نقول إلى حكومة تمارس عملها في كل مناطق ليبيا شرقا وغربا وجنوبا أشكرك جزيلا شكرا للمتحدث السابق بسم مجلس الدولة السنوس إسماعيل كنت معنا مباشرة من سيديوهاتنا في العاصمة الليبية ترابلوس